افتتح الشيخ السيف بن محمد القاسمي مدير المدينة الجامعية بالشارقة معرض التوعية البيئية بعنوان بيئتنا مسؤوليتنا الذي تنظمه عمادة شؤون طلبة بالجامعة القاسمية وذلك بحضور الأستاذ الدكتور رشاد السالم مدير الجامعة وقدمت بلدية الشارقة خلال المعرض عددا من مشاريعها المتميزة كمشروع قطار البلدية التوعوي والمجسمات المصنعة من مواد معاد تدويرها ومشروع الكشك الشمسي والمقعد الذكي في الحدائق فضلا عن المشتل الذكي أما شركة بيئة فعرضت عدة نماذج متميزة من مشاريع إعادة التدوير وطرق استخدامها وفوائدها في حين أقدمت بلدية دبي مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات ووحة الاستدامة الذكية ومشروع محطة معالجة النفايات السائلة الخطرة بجبل علي إلى جانب شاحنة تخفيف شدة الاستدام ترجمة نانسي قنقر